إذن يشرفني الآن إعطاء الكلمة لمعالي محافظة البنك المركزي المصري الأستاذ حسن عبدالله فليتفضل شكرا مدينة أحب أن أبدأ بأن أرحب حضراتكم جميعا منوارين ومتشرفينكم كلكم الحقيقة بعد الترحيب أريد أن أبدأ بالشكر الشكر للرؤساء البنوك لفريق العمل في البنك المركزي ومجلس دارة البنك المركزي الشكر ده مش علشان النهاردة الشكر ده عشان فترة طويلة فيها صدمات خارجية وفيها مشاكل داخلية الجهاز المصرفي شال فيها ووصلنا النهاردة لأن إحنا قادرين نقف ونتكلم قدام قدراتكم نقول لكم قدامنا خطة قدامنا طريق وكلنا مع بعض إن شاء الله اللي يوصلوا بكفاءة وبما يعود على كل الشعب المصري برتائج طيبة وبانحصار الطبقة فبداية أنا بس عايزة أبدأ بقرار سعر الصرف سعر الفايدة ففيما يتعلق قرار رفع سعر العائد بوقع 600 نقطة أساس من قبل لجنة السياسة النقضية خلال الاجتماع لاستثنائي اليوم فإن الهدف هو احتواء التضخم والتعجيل بوضعه على مصاره والنزولي حتى يتقارب من المعدلات الوحدية المستهدافة على المدى المتخصص إحنا عملنا بيان النهاردة بيخاطب المتخصصين وفيه الكلام ده لكن أنا عايز النهاردة أحاول أوصل للناس والمواطن العادي يعني إيه الكلام ده الكلام ده بكل بساطة أن إحنا عندنا تضخم يعني سلع أسعارها بتزيد وعندنا سعر فايدة المواطن المصري والمواطن العامة أما بتيجي المواضيع لجيبه والفلوس بيعنده زكاء فطري لا يحتاج يتعلم اقتصاد ولا يحتاج حاجة فاللي كان حصل في الفترة اللي فاتت حاجتين تضخم ده هو من أشرص الأمراض اللي بتواجه أي اقتصاد فكان قدامه حاجتين تضخم عالي وتوقعات تضخم مستقبلية أعلى فإيه اللي كان بيحصل في الفترة اللي فاتت وحضراتكو عارفينه كله هو ببساطة أن الراجل كان بيقول أنا بحط مية جنيه في البنك النهاردة أخدها بعد سنة فلنفرض بمئة وعشرين الألم ده كان بمية جنيه بعد سنة يلاقيه مئة وثنتين فيحصل إيه يسيب الجنيه المصري ويقوم رايح بيدور على سلعة سلعة دي بقى حضرتك تبدأ من أول التلاجة لحديد مرمي للدولار تمام؟ وبالتالي بتبقى العملية دايرة مفرغة إحنا قررنا أن إحنا نزود الفايدة عشان الجنيه المصري يقدر أنه هو يبقى فيه قيمة للاستثمار والاحتفاظ به يبقى مفيد للمواطن المصري ومفيد لنا جميعاً وبالتالي رفع الفايدة إلى هذا الحد وبهذه الطريقة هو شيء مطلوب لكن زي ما حضرتكو عارفين إحنا ما فيش حاجة واحدة بس من الحاجات دي من كل الحاجات اللي أنا هتكلم فيها هي اللي تقدر تحل المشكلة ده جزء من المشكلة لكن دي هيبقى معاها حاجات تانية وإحنا النهاردة الحمد لله على مصار تنازلي مش على مصار صعودي في سعر الفايدة ده اللي فات واللي جاي الصورة اللي قدامنا وإحنا برضه مش هنتردد نحن نستعمل أي أدوات عندنا إن إحنا في الآخر على المدى المتوسط إن إحنا نوصل لسعر تضخم يكون أحادي طبعا حضراتكم عشان نكون واضحين الحاجات دي ما بتحصلش بين يوم وليلة إحنا النهاردة كل اللي حصل ده بداية بداية وهتحتاج شغل شغل مش بس من البنك المركزي شغل مركزي وشغل في الاقتصاد الحقيقي وده إحنا فعلا نحتاجينه كلنا إحنا يعني الأيام اللي فاتت علينا دي كانت أيام عصيبة يعني شفنا فيها أيام لأنه كان فيه توقعات موجودة حوالين التضخم حوالين سعر الصرف ملهاش أول من آخر طيب القرار اللي إحنا اللي عايزين نتكلم عليه تاني حضراتكم هو طبعا اللي بيهم كل الناس هو قرار سعر الصرف حضراتكم كان فيه أصوات كتير قوي بتنادي بتنادي أن سعر الصرف ده هيخزود التضخم وأن سعر الصرف ده لازم ندافع عنه والآخر الحقيقة إحنا يعني يعني وجهة موزر المرور في البنك المركزي وكل الدولة أن عوجود سعرين صرف سعرين صرف في أي اقتصاد هو مرض مرض لا تستقيم معها الأمور وبعدين بيقولك أنت الدولار كان بـ 30 بقى 50 ده بلما هو مش كان برة بـ 70 وشايفينه رايح مش عارف كام ولا ألف جنيه ولا أي رقم هم شايفينه رايح له كان منضح بيسمع أرقام غير منطقية ده كله كان بولا على إيه إنه ما فيش ثقة في الجنيه وما فيش ثقة في المستقبل ما فيش ثقة حتى إدارة التدفق النقدي اللي موجودة لأنه بيجي يحسب يقول لك قادي عليك كذا ومعاك كذا الحمد لله لنهارده وقايف قدام حضراتكم بقول لكم إحنا عندنا الحمد لله ما يكفي لسداد التزاماتنا ويفيد خاصة مع توحيد سعر الصرف الخطر في وجود سعرين صرف ده خطر بيمس كل واحد فينا هو إنه إحنا ممكن ناس تاخدوا ببساطة لكن هو موضوع أنا ليه بأتكلم كده اللي كان فيه أصوات جامدة بتنادي بأن إحنا الدولة تمشي بسعرين صرف فأنا أهمني إن طبعا نبقى واضحين إن ده سعر الصرف ده لو فيه سعرين صرف السوق السودة دي حضراتكم هتبقى في كل حاجة وكل السلعة في المستقبل هتلاقي أي سلعة لو هي جاية لها سعرين وبعين في الآخر إحنا في الفترة اللي فاتت ونخبيش على حضراتكم إمكانياتنا كانت بس إن إحنا نقوم بتدبير الدولار للسلع الأساسية والاستراتيجية اللي أغلبها مدعم فالمواطن لما كان بينزل يشتري أي حاجة كان بيشتري بأرقام جمدة جدا وهنا وهنا في نقطة إحنا كلنا لازم نكون وعيين لها إحنا كمستهلكين مصريين عندنا الحساسية للأسعار أقل من في رأي أي مواطن في العالم يعني ناس كتير قوي بتروح بيبقى السلعة بتغلى هو برضو بيشتري طيب ما إحنا جزء جزء من الحل إن إحنا كمان نقلل لما يبقى في حد وإن إحنا نسأل بدل مكان نسأل في مكانين وإن إحنا في الآخر نبقى عارفين إن أنا حاليا أقدر أأجل وأنا بقول لحضراتك أقدر أأجل قرار الاستهلاج بتاع المستقبل إن الأسعار خلاص مش ليه مش هترتفع لإن إحنا حضرتك كان الناس بتدعي إنها بتجيب الدولار بأسعار عالية جدا وبالتالي بتصعر بتسعير غالي جدا والنهاردة فيه إتاحة فيه إتاحة إحنا بدأنا من أول من نهاردة إتاحة بكميات كبيرة من خلال الجهاز المصرفي الإتاحة دي هتخلي حضراتكو هتشوفوا البضايع بتخش وهتشوفوا إن فيه حركة وأكيد ما فيش حاجة بتستخبع حضراتكو شفتوا النهاردة الحركة اللي حصلت في السوق اللي هي فعلا حركة حقيقية والبنك المركزي عشان بس كان فيه أخبار طلعت إن البنك المركزي تدخل بإنه بعد دولار محتاجناش نتدخل أنا بقول لحضراتكم كل فخر إن الموارد اللي جات موارد جات من السوق وراحت للسوق ورؤساء البنوك هم بيهزوا مبسوطين لإنه أول مرة من مدة نشوف موارد بهذا الحل فده معناها إن المشكلة انتهت لا إحنا بقلنا سنة عندنا تراكمات لكن بتتحل آه تتحل المستوى اللي إحنا وصلينه ده فيه تدفقات آه فيه تدفقات فيعني إن شاء الله بإذن الله كل حاجة هتبقى ماشية في المصار الصحيح وبالتعاون مع حضراتكم والتعاون مع الدولة أنا حضراتكم طبعا يعني عايزة أسيب وقت للأسئلة بس يهمني بس أقول نقطة واحدة بس عشان نفتكر إيه اللي كان حاصل وهي مؤشرات معلمة في كل حت أنا حضراتكم في وقت من الأوقات سعر السندات الدولارية على مخاطر جمهورية مصر العربية السند وصل 25% سعر دولة أو أي شركة أي دولة أو أي شركة يبقى عندها تدفقات نقضية ساعد تبقى محتاجة فلوص ساعد تبقى محتاجة فلوص زيادة بغض نظر عام الصورة الطويلة الأجل ده معناها إن 25% بتقولي إن السوق لو أنا نزلت السوق النهاردة مش بس مش هلاقي ولا مليم ولو لقيته والناس جملتني هتدوني 30% النهاردة السعر ده كان 6% وبالتالي ده معناها إن اتفتحت لي الأسواق لو احتاجتها لأن أنا مش يعني مش بقول أن أنا بنقتر كل بقوله لو احتاجتها السوق بقى مفتوح وبدن بقى مفتوح معناها إن أنا بقى عندي قدرة إن أنا أقدر أجيب فيها حاجة كان عندنا في حضرات كلية نسميها العقود مبادلة من خطر الاتمان دي ببساطة هي أكدنا عقود تأمين على إخفاق بلد أو شرك العقود دي كانت وصلت 27% في السنة يعني معناها لو حضرتك مستثمر أجنبي على مخاطر بتاعة دولة زي مصر في الوقت ده كانت تبقى 27% طيب دلوقتي كان 211 نقطة يعني 2% الحمد لله لأن الإصلاحات المعمولة سواء كانت النقضية أو الموجودة كلها على مستوى الدولة الناس شايفاها العقود الأجلة اللي هي بتاعة العملة نزلت 30% من أول الساعة أنا كده متالي أجهزت لحضرتكم الرسائل الأساسية وهناخد من حضراتكم أسئلة أنا في النهاية بحب أشكر حضراتكم تاني وأتقدم بالشكر كمان للحكومة لأن فيه تنصيق جامد معاها وطبعاً القيادة السياسية من غير دعمها مكناش وصلنا النقطة اللي احنا فيها دي وأحب النهاردة أقول لحضراتكم وده أول لقاء ليه مع حضراتكم أن احنا على بداية المصار الصحيح لأن البلد دي اقتصادياً تكون بلد متزنة اقتصادياً وقوية وبمجهود الناس كلها وبتفاهم الناس كلها وأشكر حضراتكم